السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزائي المشاهدين أحيكم وإنما كنتم ومعاكم أحمد فاكر وجيتكم اليوم بمقطع جديد فيديو اليوم نجرب وجبة الجيش الأردني من أقوى الديوشة العربية والجيش الذي حقق أول انتصار عربي على إسرائيل في معركة الكرامة بمساعدة الفدائيين الفلسطينيين خلونا اليوم مع بعض نشوفوا ما يكون الجيش الأردني الجيش الذي لديه قدرات عالية واسلحة حديثة ومشهور جدا لأن الجيش الأردني بالقوات الخاصة لديهم خبرات عالية لنستوى أن جميع الوطن العربي يأخذوا دورات تدريبية وامنية في الأردن وخلونا اليوم نشوفوا ما يكون الجيش الأردني أنا متشوق جدا مكتوب قائمة الطعام ألف ووزن الصافر العلبة وصالحة التاريخ بنشوفوا ما يكونوا كل هذه الوجبة بنشوفوا ما يكونوا فيها وبوطنة يكلوها وهيش مكوناتها أنا أعتقد أن هذه هي وجبة للميدان والتدريب والمعارف والطوارئ وخلوكم مع المقطع مشاهدة ممتعة يلا أحد واحد الهدف موقعي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا مدى رسول الله ارمي ارمي جمع وخلونا نفته العلبة ووزنا العلبة يعني لا بس فقيلة أحسها في البداية معنا ملعقة وشوكة بلاستيك هذا عسل قلص فيه شانيليكتون وهذا فلفل وسكر فاين ومعنا هنا فاصلية فاصلية جاهزة التحضير وهنا مكتوب رز مع اللحم البقري كمان سريعة التحضير جاهزة وهنا مربع مربع خوف ولا مشكل كمية هائلة جدا خليها للجم وعلى تونة كمان تونة بقى ثنتين قوائم ورق بالعربي القائمة القائمة موجود فيه الكرتون وطريقة التسخين الوجبة طريقة التسخين الوجبة ما فيش كيس تسخين ما فيش فاح محجري ما فيش ايشي مكتوب طريقة التسخين ثلاث طرق بالعربي الطريقة الاولى التسخين التسخين بالماء وذلك عن طريق غمر العلبة في الماء المغلي من 10 الى 15 دقيقة وهي مغلقة وبعدها قم بقصة كيس ويكون جاهز الاكل ثلاثة التسخين عن طريق وضع العلبة وهي مغلقة على اي سطح معدني ساخن كمحرك السيارة او الدبابة ومن ثم قم بقصة الكيس ويكون الاكل جاهز ثلاثة التسخين بالرمل حيث يتم غمر العبوة بالرمل الساخن وهي مغلقة من 20 الى 25 دقيقة وبعدها قم بقصة الكيس ويكون جاهز الاكل شوف ايش مكتوب طبعا هذا ساخن الوجبة بالكيس التسخين كثيرة من الوجبات السابقة العسكرية شاهدوا الفيديوهات السابقة العسكرية مع وجبات وجبة الجيش السعودي وجبة الجيش الجمني المصري الإسرائيلي البريطاني الروسي البولندي وغيرها كثير من الفيديوهات خلونا نطع الكورتون على الجب وهذا كيس التسخين وهذا كيس التسخين موجود في وجبة الجيش السعودي السعودي استخدموها الولا نفتح أريكم كيف طريقة التسخين كيف تكون طريقة التسخين هذا كيس على الجب كل ما نقوم به هو النور هذه اللي تسخين الوجبة تتفاعل مع الماء تلقوم بصب الماء تلقوم بصب الماء تحتاج جاج جيبنا العيد أبدا تبدأ تدفع على الوجبة أوريكم لو تلاحظوا بالكاميرا أنها بدأت تغلق لو تلاحظوا أن البخار بيطلع الوجبة بدأت تغلق تقريبا ربع ساعة عشر دقائق وتكون جاهزة نحط الوجبة على جب تسخن ونجرب الوجبات التي معنا نبدأ بالعسل أنا متشوق أكل عسل أنا لم أتجرب عسل أردني أبدا نجرب بالعسل بالحالي تتبقى وجبة أفطار وغدا وعشها يوم كامل نرى العسل دعونا نضوق عسل حل عسل رائع لا يوجد أي تعليق هذه الكمية العسل بكلها ممتاز جدا كمية كبيرة من العسل لو تشوفوا كيف تغلي الوجبة نجعلها كمان شوية تغلي أكثر وخلونا نحضر الوجبة نجعل نسكب التورة هنا تورة كلها بزيت تورة كلها بزيت وخلونا نضوق المربة وهذا المربة خلونا نضوق المربة تنمية كبيرة مربة دديد مربة دديد أكثر من رائع مربة دديد وجبة رائعة جدا نحضر لنا شاه نجيب الماء المغلي وصحي كمان ان الصحي هذا ما عليك فيش ما توقعت ان الوجبة كذا بتكون كمية كبيرة وارجع لكم يلا ورجعت لكم هذا الماء الساخن نحضر لنا الشاي نتبتنا شوية الأمور شان ندخل الوجبة قابلة للأكل جاهزة للأكل وهذا الشاي هذا خلاص ما نحتاج مساحن وجبتنا أصبحت جاهزة شو كيف الرطوبة والحرارة منها شوفوا الدخان كيف يطلع منها شوفوا كمية الدخان خلونا نبدأ بالوجبة الرز واللحمة شوفوا كمية الدخانة شوفوا كما لنا نبدأ كمية جيدة بس شوية حاسة قاسية كده باللحن طبعا بتكون لذيذة جدا كمية مع التونة لو أحد يأكل كده نجرب بسم الله أكثر من رائعة أكثر من رائعة بها بحرات بشكل جيد أحببتها شوفوا الله قدمة الريع على السطر جيدة بسطاعتين ان يكون كاملا لكملها الثانية رجفة سوف نستخدم المرة واحدة ويرتجم هذا ما يستخدم شخص المرة سوف نفتح نشوف الفاصولية اي نوع من الفاصولية فاصولية بيضاء مثل عدس كذا سوف نستخدم هنا على الجن وهذه وجبة الجيش الأردني الغيسية على الغداء رز مع لحمة مع فاصولية بيضاء مع بحارات لو تلاحظوا اكثر من رائعة خلونا الضوقة الفاصولية جيدة جدا رائعة ممتازة يعني ممتازة ليس جيدة ممتازة دم فيها بحارات ممتازة تكون ممتازة واجبها أكثر من رائعة على صدق حبابته ممتازة جزيزة أكتبوا لي بالتعليقات اذا في أردني ترى الفيديو هذا يكتبوا لي في التعليقات اذا في أردني شاهدت الفيديو هذا يكتبوا لي في التعليقات النشامة 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 هي التونة التونة لذيذة جدا لو اصلاح احده وجبة كاملة هاي فاصلية بيضة مع عدس فيها عدس كمان العدس مفيد جدا مممم اكثر مزاعة وبس وهذه كاتف الجيش الاردني ولا شيت طويل عليكم بالعكل تعرفنا اليوم على ماذا يكون الجيش الاردني معهم اكثر من قائمة اكثر من وجبة يختلف بالتنويه يختلف بالتوزيب بس هذه اقرب وجبة معروفة في الاردن لأكثر من الجيود الاردنيين كلها الليتونة والرز والعسل والمربا والفاصولية وقارنوا وجبة الجيش الاردني بوجبة الجيش الاسرائيلي المصري السعودي اليمني وباقي الوجبات اللي في القناة اذا اعجبكم فيديو اليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة لا تبقون اينا باللاك والاشتراك اكتبوا لي اقتراحاتكم بالتعليقات انا ارد على كل التعليقات ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتحياتي جميع السلام وشوفكم فيديو جيدا لسبوع يجري تحياتي السلام